ستون متخصصا في تعقب وملاحقة المتشددين والإرهابيين يشكلون العنصر الأساس لوحدة التعاون الجديدة التي من مهامها متابعة 513 إرهابيا ومتشددا سيخرجون من السجون الفرنسية حاليا وحتى نهاية 2019 وأبرزهم جمال بيقال الفرنسي من أصل جزائري وهو مرشد منفذي هجوم شرلي إبدو عام 2015 الجديد في عمل هذه الخلية الأمنية هو أن مسؤولها مديرها يستطيع الدخول في أي وقت من الأوقات لوزير الداخلية لوزير الدفاع لرئيس الحكومة أيضا من أجل اتخاذ قرار أيضا فيما يتعلق على الأرض يعمل عمله من دون الرجوع إلى قادة هذه الوحدة التي تحظى بصلاحيات مطلقة في المتابعة والملاحقة من دون العودة إلى القضاء توثير تساؤلات بين مؤيد ومحافظ بشأن مرجعيتها حيث يبدي تخوفهم من أن تخرق الحقوق الأساسية للمواطن في فرنسا وقد تستخدم لتصفية حساب إلا أنها تشكل في المقابل مطلبا شعبيا فرنسيا كلما كانت هناك اعتداءات كلما ازدادت الضغوط على الناس إذا على السلطات العامة اتخاذوا الإجراءات للحد من هذه المؤامرات ولكن للأسف بعضها سيكون على حساب حقوق الإنسان ولكن مراقبين يرون أن سلسلة الهجمات الدامية التي عاجتها مدن فرنسية ضمنها العاصمة باريس جعلت الأغلبية تشعر بالارتياح لإنشاء وحدة كهذه تعمل على تحقيق مزيد من الأمن عبر عمل استباقي لمكافحة أي مخططات لشن اعتداءات إرهابية في فرنسا رغم ذلك فإن إنشاء خلية كهذه لا أعلم إذا كانت تدخل ضمن هذه الخطوات المعول عليها الدراسات تشير إلى أن الفرنسيين وحتى الرسميين ما زالوا قليقين من تجدد الاعتداءات الدامية من قبل إرهابيين قدموا إلى فرنسا أو ممن هم على أرضها نتيجة ما يسميه مراقبون عدم حسم السلطات الأمنية والعدلية قرارها بضرورة التعاطي معهم بشكل حاسم إما بالترحيل أو صحب الجنسية وذلك لتقليص هامش الخطر الإرهابي أهمية هذه الوحدة أنها لن تتقيد بالبيروقراطية الإدارية وستتبع مباشرة لرئيس الجمهورية وستكون بديلا عن المجلس الوطني للاستخبارات الذي أنشأه الرئيس السابق نيكولاس ساركوزي عام 2008 توني شميه الحرة بريس تحديث تحديث اشتركوا في القناة